أهلا بكم إلى حوار المساء أكدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة اليوم ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية بأسرع وقت ممكن وتهيئة الأجوال لاستيناف الحوار بين مختلف الأطراف اليمنية والتحضير الجيد للمؤتمر الذي تعتزم الأمم المتحدة رعايته في الثامن والعشرين من مايو الجاري في جينيف يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزير الخارجي اليمني رياض ياسين أن حكومة بلاده لم تبلغ رسميا بمؤتمر حول اليمن في جينيف مضيفا أن أي محادثات يشارك فيها الحوثيون ستتوقف على التزامهم بقرار الأمم المتحدة الذي يطلب منهم ترك السلاح لمناقشة هذا الموضوع والجدل الدائر حول الحوار في جينيف نرحب بضيفينا في المساء من الرياض نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العواشق ومن لندن الباحث السياسي اليمني السيد محمد جميح أما أنتم مشاهدين فيمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن أرحب بضيفي وابدأ معك سيد محمد من لندن كيف تفسر موافقة جميع الأطياف اليمنية على المشاركة في مؤتمر جينيف بعد ساعات فقط من تحفظ الحكومة اليمنية وتصريحات وزير الخارجية اليمنية على أن أي محادثات يجب أن تربط بالتزام الحوثيين بقرار الأمم المتحدة لا هو في الواقع لم نسمع عن موقف رسمي من الأطراف اليمنية المختلفة بالموافقة الموافقة أو خبر الموافقة جاء تلميحا في بيان الأمم المتحدة الذي قال بأن تحديد موعد 28 من هذا الشهر جاء بناء على عدة مشاورات أجراها المضعوث الدولي الجديد إلى اليمن ولد الشيخ مع الأطراف اليمنية المختلفة وأيضا تصريحات المسؤول السعودي من دوب السعودي في الأمم المتحدة لكن إلى حد الآن لم يصدر أي موقف رسمي من الأطراف اليمنية المختلفة إذا مؤتمر جينيف ولعل الموقف الواضح كان موقف الناطق الحكومي وزير الخارجية بالأصاحة اليمنية رياض ياسين الذي أكد بأن الحضور إلى جينيف له متطلبات وشروط ذكر منها الالتزام بقرار مجلس الآمن 22-16 وواضح بسحب أسلحة الحوثيين وانسحابهم من المدن ومن إدارات الدولة وما إلى ذلك لكن الحوثيون لم يصدر عنهم حتى هذه اللحظة موقف بالسلب أو بالإيجاب إزاء هذه الدعوة وكذلك حليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم يصدر عنه أي شيء بل إن وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن هناك موافقة من قبل قوات صالح أو الجناح السياسي لصالح والجناح السياسي الحوثيين بالحضور الحكومة اليمنية لم توجه لها دعوة رسمية بصفتها كحكومة وإنما وجهت الدعوة ربما لمكونات سياسية وهذا خلل في تصوري في توجيه هذه الدعوات لأن هناك حكومة يمنية وهناك رئيس شرعي منتخب معترب به دولياً قبل حتى الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن الأخير أشار إلى شرعية الرئيس هذه وبالتالي يفترض أن توجه دعوة إن كانت هناك دعوة وإن كانت الحكومة ستقبل إلى حكومة الرئيس هذه باعتبارها حكومة شرعية ممثلة لغالبية أطراف المجتمع اليمني طيب يعني دكتور عبد العزيز أهلا بك ومساء الخير يعني كيف يعني يقرأ تصريح مندوب السعودية في الأمم المتحدة بأن جميع الأطياف اليمنية ستشارك في مؤتمر جينيف هل يمثل مثل هذا التصريح موقف فعلي لمثل هذه القوى اليمنية التي تتواجد الآن في الرياض أنا أعتقد لما مثل ما ذكر الأخ الزميل أنه ليس هناك موقف معلن حتى الآن من مشاركة في جينيف أو عدم المشاركة من قبل أي طرف يمكن الأكثر أهمية من المشاركة أو عدمها هو الشروط المرجعية لهذا المؤتمر هل سيكون استمرار لما كان يجري في صنعاء واللي لم يؤدي إلى نتيجة الحوار الذي استمر ثلاث سنوات بدون نتيجة أو أنه حوار واقعي أكثر يعتمد على مخرجات مؤتمر الرياض ويتعامل مع الأوضاع بالطريقة الصحيحة لأن الحوار الذي يجب أن يكون مع الحوار الأساسي ومثل ما أشار وزير الخارجية ونائب الرئيس والمسؤولين اليمنيين وأعتقد أنه هو عين الصواب أن الحديث معهم يكون فقط لتنفيذ قرار مجلس الأمن في عشرين ستعاش وبعد ذلك لكل حادث حديث أما أنه يكون هناك نقاش سياسي يسبق هذا يسبق الالتزام فأعتقد أنه ليس صحيحا الحكومة اليمنية التزمت بهذا القرار فيجب الطرف الآخر أيضا أن يلتزم بالقرار القرار يطلب من الحوتيين الانسحاب من المدن التي احتلوها في اليمن وترك أو تسليم الأسلحة التي استولوا عليها والاعتراف بالحكومة الشرعية فأعتقد أنه قبل أن يتم هذا يبدو أن الحوار لا يكون مجدي ولهذا نعتقد أكثر أهمية من هل يكون حوار في جنيب أو لا ما هي الشروط ومن هي الجهات التي ستدعى وبأي صفة هل سيعامل الحوتي مثل ما تعامل الحكومة الشرعية أعتقد هذا غير صحيح الحوتيين كانوا مدعوين إلى المشاركة في مؤتمر الرياض ولم يشاركوا لكن في جنيب الوضع تغير مخرجات الرياض أصبحت هي الآن الخطوة التي يجب الانطلاق منها طيب سيد محمد ما هي الشروط والضمانات التي ستبحثها الحكومة أو ستضعها الحكومة قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف إذا كان الحوتيون لم يلتزموا حتى الآن بأي من بلود القرار الدولي هذا هو السؤال الحوتيون تحاوروا كثيرا في صنعاء ووقعوا اتفاقات كثيرة مع القبائل مع الجيش السابق مع أطراف اجتماعية وحزبية وسياسية ولكنهم نكتوا كل هذه العهود صراحة وبالتالي الحديث عن الضمانات حديث مهم وأنا في تصوري أن هذه الضمانات ينبغي أن تكون منطلقة أو مرتكزة على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد على بنوده الواضح التي ذكرناها وأيضا على مقررات المؤتمر الحوار الوطن الذي كان في صنعام وانتهى في شهر يناير من عام 2014 الحل واضح في اليمن واليمنيون اتفقوا على هذا الحل في وثيقة الحوار الوطني الذي استمر عشر شهور خرج بمخرجات وافق عليها الناس وانقلب عليها الحوثيون في منتصف الطريق باحتلالهم للعاصمة وإقصائهم للرئاسة الشرعية ووضعهم الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية لا تصورنا حوارا جديدا ينبغي أن يبدأ إنما هناك ينبغي أن تبحث آلية معينة لكيفية تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي كان والذي اتفق عليه الحوثيون وغيرهم والذي رسم شكل الدولة ورسم الأطور الداخلية وحدد لكن سيد محمد هناك من يخالفك الرأي يعني يرى أن ما خرج به الحوار اليمني قبل أشهر مضت لا يتوافق مع المعطيات الآن والتطورات في المشهد اليمني فلا يمكن أن يكون الحل وهل الحل هو سياسة الأمر الواقع التي فرضها الحوثيون بانقلابهم والانصياع لإرادتهم وإملاءاتهم رغم أن الشرعة الدولية تبنت هذه المخرجات الحوار الوطني ورغم أن القوى الإقليمية العربية والجامعة العربية بمجملها والشرعة الوطنية أيدت هذه المخرجات نحن الآن بمنطق أن ننصاع لطرف معين لكونه يمتلك القوى الداخلية ضاربين بعرض الحائط كل ما قالت الأمم المتحدة في قراراتها السابقة وقرارات الإجماع الوطني الداخلية وإعلان الرياض والمبادرة الخليجية التي هي أساس الحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة لا أنا في تصوري لا يمكن أن يكون الواقع هو الذي ننطلق منه صحيح هناك متغيرات حصلت بعد الحوار الوطني وبعد الاتفاق على مخرجاته التي كانت في وثيقة الحوار والتي صيغت في دستور كان ينبغي أن يعرض على الشعب لاستفتاء عليه لكن هذا التغير في الواقع ينبغي أن يدرس في إطار الحل الأساس الذي ارتكز ووافق اليمنيون على أن يكون مرتكزا على مؤتمر الحوار الوطني الذي ارتكز أساسا على المبادرة الخليجية طيب دكتور عبد العزيز دعوة الأمم المتحدة للحوثيين بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة اليمنية وكافة لطياف اليمنية ألا يعني ذلك أن الأمم المتحدة تتحرك خارج إطار القرار الأممي بدعوتها للحوثيين بالجلوس إلى طاولة الحوار قبل إبداء الالتزام بهذا القرار ليس بالضرورة إذا كان اجتماع جنيب أو أي اجتماع مع الحوثيين سيبحث تنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 والقرارات الأخرى السابقة فلا ضير في هذا وقد يكون هناك حاجة إلى ضمانات دولية إلى مراقبين إلى تواجد عسكري للأمم المتحدة فهذا قد يكون هناك دور للأمم المتحدة بموافقة للحكومة اليمنية لكن أعتقد الذي يثير التساؤل هو ما تفضلت فيه أن لا تكون الأجندة مفتوحة الأخ محمد ذكر نقطة مهمة أن الحوار الوطني الشامل انتهى في يناير 2014 بمشاركة الحوثيين بمشاركة علي عبدالله صالح اتفق الإخوة اليمنيون على مجموعة من المخرجات والآن دور تنفيذها وأهم البنود الباقية هي إقرار الدستور والانتخابات يعني لم يبقى شيء كثير حتى يتم الحوار بشأنه عندما اجتمعوا الإخوان اليمنيين في الرياض الأيام الماضية أكدوا مرة أخرى على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وهناك اتفاق شامل من جميع هذه الأطياف وشارك فيه ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام وغيره فقط الحوثيين لم يكنوا موجودين هناك إجماع يمني تبين في يناير 2014 وتبين هذا الأسبوع في الرياض فلم يتغير شيء من انتهاء مؤتمر الحوار في اليمن ومؤتمر الرياض فهناك إجماع يمني ويجب أن نسير بهذه الطريقة وهناك حكومة شرعية ومعترف بها من مجلس الأمن وغيره فيكون فقط النقاش مع الحوثيين كيف يتم تنفيذ ومتى في معنى جدوى الزمني لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة طيب لكن سيد محمد يعني الحكومة اليمنية وجميع الطياف المجتمع اليمني كانت تخشى الجلوس على طاولة الحوار في ظل سيطرة أكبر للحوثيين لكن الواقع الآن الحوثيون لا زالوا يسيطرون على معظم المناطق ويتقدمون يعني ألا يخشى أن يمثل ذلك ضغطا أو يحقق أفضلية للحوثيين في أي حوار أين كان المكان؟ كان يمكن لذلك أن يكون لو لا أن المخرجات الحوار وافق عليها الناس واتفقوا عليها وكان يمكن لذلك أن يكون لو أن الحوار كان داخل صنعاء كما أراد الحوثيون من قبل أن يكون حوار في فندق من فناتق صنعاء يوحي أو يملي الحوثيون إرادتهم على الأطراف السياسية المختلفة وما على الأطراف السياسية المختلفة إلا أن تتحاور فيما بينها في كيفية تنفيذ ما أراده الحوثيون هذا هو حوار الإملاءات لكن في تصوري أن الحوار الخارجي سيكون مختلفا لأنه سيكون حوارا برعاية برعاية معينة عربية دولية مشتركة مختلطة وبالتالي لن يكون حوار إملاءات وإنما سيكون حوار متكافئين وهذا سيفوت الفرصة سيفوت الفرصة على الحوثيون رغم التقدم الميداني الذي أحرزوه الحوثيون كانوا وما زالوا إلى الآن يرفضون الحوار في الخارج لهذه النقطة لأنهم يريدون حوارا داخليا لإملاء ما يريدونهم دون وجود وسيط دولي ودون وجود ضمانات دولية لإلزامهم لأنهم يعرفون أنهم لن يلتزموا إلا حسب رؤيتهم التي يريدونها والشواهد كثيرة لا يمكن أن نعددها خلال هذا البرنامج من انتفاض وانتقاض الحوثيين على المواثيق والاتفاقات التي وقعوها إذن لا في تصوري الحوار سواء كان في الرياض أو كان في مكان آخر أو حتى كان في جينيف هو ما لا يسعى إليه الحوثيون وإنما أرغموا إن حضروا هذا الحوار أرغموا عليه لأنه لم يعد أمامهم إلا أن يحضروا وإلا فإن حوارهم المفضل هو الحوار الذي يكون وراء الغرف المغلقة وفي داخلها من أجل تنفيذ إملاءاتهم على الأطراف السياسية المختلفة طيب دكتور عبد العزيز ما رأيك بشأن استبعاد إيران من الدخول في هذا الحوار كيف تنظر إلى هذه الفكرة وهناك من يطرح أن يجب إشراك جميع الأطراف التي هي أساس المشكلة لإيجاد الحل الطرف الرئيسي في هذا نتحدث عن اليمن كما لو لم تكن فيه حكومة أعتقد الطرف الرئيسي الذي سيقرر هل يعقد هذا المؤتمر في جنيب أو لا وليست الأمم المتحدة وليست أي دولة أخرى إيران ليس لها داخل في الموضوع من قريب أو بعيد الطرف الأساسي هو الحكومة اليمنية هل ترى الحكومة اليمنية ومعها الإجماع اليمني الذي رأيناه في مؤتمر الرياض من المصلحة المشاركة في هذا المؤتمر أو لا ثم تحديد الشروط المرجعية الحوثيون لا يتعدون كونهم مجموعة خارجة عن الشرعية ومخالفة لقرارات المجلس الأمن ويجب التعامل معهم على هذا الأساس بعد أن ينصاعوا للشرعية ويعترفوا بشرعية الحكومة والرئيس المنتخب ثم يبدأوا بتنفيذ قرار المجلس الأمن حين ذاك يتم التعامل معهم ماذا عن استبعاد إيران من هذا الحوار إيران ليس لها داخل في الموضوع الإطلاق مرايك سيد محمد عن عدم إشراك إيران في حوار جينيف إن تم خلال الأيام القليلة القادمة أنا أعتقد أن اليمن بالنسبة لإيران غير سوريا بالنسبة لإيران الإيران موجودة بكثافة في الجانب السوري نظرا لانفتاح المساحة الجغرافية من العراق بين العراق وسوريا وبينها وبين إيران وأيضا الدعم الجوي والجسر الجوي والأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة للراسم السياسة الإيرانية وبالتالي يفهم أن تدعى سوريا إلى مؤتمر جينيف أو إيران لسوريا لكن في اليمن في تصوري أنه بعد عاصفة الحزم أصبح الموقف الإيراني ضعيفا جدا في اليمن لم يعد لدى إيران إلا ما أوصلته من أسلحة لأوليائها الحوثيين في صنعاء وبالتالي لن تكون إيران حتى وإن غابت لن تؤثر سلبا في تصوري على مجريات الأمور لأن إيران هي تبحث عن مكافأة على أدوارها التخريبية في تصوري في اليمن لم تكن إيران في يوم من الأيام يعني عامل أمن واستقرار في البلاد الذي عمر البنية التحتية هم الأشقاء في الخليج وهذه حقيقة والذي أتى بالمساعدات هم الأشقاء العرب الإيرانيون لم يكن لهم إلا دور التخريب وإرسال الأسلحة على شكل مساعدات إنسانية والطائرات التي هبطت في مطار صنعاء كانت تحمل أسلحة على شكل معدات طبية إذن في تصوري الوجود الإيراني أصلا وضعيف في اليمن ودورها في اليمن لن يكون موازيا لدورها في سوريا وبالتالي لا أرى أنه من المضر أن لا تدعى إلى مؤتمر جينيف إن عقد فيما يخص القضية اليمنية دكتور عبد العزيز وباختصار لكن ألا تدل زيارة ولد الشيخ لطهران على أن هناك أهمية وإيمان لدى الأمم المتحدة بضرورة إشراك طهران في أي حوار أو توصل لحل سلمي باختصار إذا سمحت لا أعرف لماذا زار إيران ربما ليحذرها من خرق الحصار المفروض على اليمن البحري والجوي والبري لعله اتصل بها لهذا السبب لأن تعرفون إيران أرسلت بعض السفن إلى اليمن وعندما اجتمعت مع الأستاذ إسماعيل في الرياض ذكر قلقه وأشار إلى قلقه من هذا العمل وكان يتمنى أن إيران إذا كانت فعلا هذه مساعدات إنسانية أن يتم التنسيق بشأنها مع الأمم المتحدة مع مركز الأمم المتحدة الموجود في جيبوتي لتوزيعها إلى اليمن وعدم محاولة خرق الحضر لأن تعرفون الحضر هذا خلافا لما تقول إيران هو موجود في قرار مجلس الأمن 22-16 وطلب من جميع الدول وخاصة الدول المجاورة لليمن بتفتيش كل مركبة سواء كانت عن طريق الجو أو البر أو البحر للتأكد من أنها لا تحمل أي أسلحة لأن هناك حضر لتهريب الأسلحة وتقديم الأسلحة إلى اليمن فأتمنى أن يكون هذا هو أو لعل هذا ما دفع الأستاذ إسماعيل أن يذهب إلى إيران لكن أما مشاركة إيران في أي مؤتمر بشأن اليمن فلا داع إليه وأنه خاصة أن إيران نفسها حتى الآن لم تعترف بأنها وراء الحوثيين أو أنها تساعد الحوثيين فدعوتها ليس لها مبرر من أي جهة أشكر كده أن الدكتور عبد العزيز العواشق أو نائب الأمين المساعد لمجلس التعاون الخليجي كنت معنا من الرياض وكل الشكر أيضا لضيفي من لندن الأستاذ محمد جميح الباحث السياسي اليمني شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار أهلا بكم مجددا نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن مقترح عقد قمة بشأن اليمن في جينيف واحتمال حضور الحوثيين لها إماد العباسي على تويتر يقول مؤتمر جينيف سيكون هدفه تحجيم دور التحالف وتقوية دور إيران وإنقاذ الحوثيين من الدمار خالد السليمان من جهته يرى أن المجتمع الدولي عندما لا يريد حل قضية يدعو لعقد مؤتمرات جينيف واحد وجينيف اثنين أما أحمد ياسين فيعتقد أن الأوضاع في اليمن في هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى حل سياسي عاجل ومؤتمر جينيف يمكن أن يكون قارب الإنقاذ محمد النايف من جهته يتساءل ما الفائدة من الحوار مع الحوثيين إذا لم يضعوا السلاح وينسحبوا من المحافظات محمود الشريف على فيسبوك يقول حضور الحوثيين مؤتمر جينيف قبل انسحابهم من عدن والجنوب وتطبيق قرارات الرياض هو انتصار لهم واعتراف بشرعية وجودهم أخيرا أحمد الوسيفي يرى أن الأولوية الآن هي تسليم الحوثيين للسلاح وانصياعهم لقرارات مجلس الأمن وانسحابهم من مؤسسات الدولة وبعدها يبدأ الكلام عن مؤتمرات وحوارات